أيوة بس أنت كان حساباتك أنه كان ممكن يفوز على كل الناس اللي حواليه كنت شايف عنده الفرص دي يعني يعني معرفش أنا بقولك حاجات كتير يمكن لأول مرة أنا ما زلت مقتنع أنه فرصه وأصواته كانت أكبر مما أقول يا ناريس ويت ومش هقول أكتر من كده أنت بتقول أن أصوات عمر موسى كانت أكتر مما أعلن أنه ما يكملش حتى بعد الجولة أقول طب أكمل كمان وأقولك أنه جلنا في مقر الحملة ناس بأوراق تثبت مثل هذه الأشياء وألوله ارفع عضية في كذا في كذا عمر موسى قال خلاص أنا قبلت النتيجة بروح رياضية وأنا برا السباق ورفض أنه يعمل أي أضايا يعني أنت عايز تقولي أنه كان ممكن اللي يصفي مع مرسي في النهاية مش شفيه عمر موسى لا لو في مرسي لو في مرسي مرسي اللي كان حيفوز زي ما فاز بالفحل إنما عمر موسى كان في المرحلة الأولى لما كانوا حداشر مرشح فما بين الحداشر مرشح أنا كنت أفضل هذا المرشح لأنه كان بيمثل البديل التالت عن اللي كان مطروح قبل كده شكرا